السلام عليكم معكم المنور من قناتي ينسون وقراوي وصفتنا النهاردة هي قلية السمك في القلاية الهوائية بدهنة زيت خفيفة هنعملوا بطريقة سهلة جدا وكمان سريعة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة وكمان تعملوا لايك للفيديو ده السمك أنا غسلها ومنظفها كويس وكمان متبلها من بره ومن جوه بفلفل وتوم وملح وخل ولمون وفلفل اسود وكمان كمون يعني متبل عادي خالص والسمك أي حجم تختاريه أو تحبيه برضو بياخد نفس المدة ونفس الطريقة وده دقيق هنغلف السمك بالدقيق نغلفه كويس جدا بالدقيق لازم كل جزء من السمكة يتغلف بالدقيق كويس بالشكل ده بعد كده ننفض السمكة من الدقيق كويس جدا نخبطها كده بالشكل ده عشان ما يكونش فيها أي دقيق زيادة بعد كده نحط السمكة في طبق ونجيب زيت وفرشة وندهن السمكة بالزيت ده هندهن السمكة بزيت يا دوب بالفرشة دهنة بسيطة جدا بس لازم كل جزء من السمكة يدهن بالزيت أنا شفت قناوات كتير على اليوتيوب بيدهنوا السمكة بالزيت بس أوقات بيسيبوا جزء منها من غير زيت ممكن يكونوا بينسوه أو ما بياخدوش بالهم فالجزء ده بيكون ديق بس فتيجي تقليه الديق ده يتحرق أو يفضل أبيض زي ما هو فلازم كل جزء من السمكة يدهن بالزيت بعد كده نحط السمكة في القلاية الهوائية ونعمل الباقي بنفس الطريقة وكمان هوريكو إزاي نخلي القلاية تاخد أكبر عدد ممكن من السمك يعني لو السمك كبير القلاية تاخد أربع سمكات ولو السمك صغير شوية ممكن تاخد خمسة بنوقف السمك كده على جوانب القلاية بالشكل ده نوقفه كده على الجوانب ما تخافوش هيستوي كويس جدا وكمان مش هيلزق خالص في القلاية ونحط سمكة كده في النص وممكن كمان سمكتين بعد كده نحط السمك في القلاية أنا مش مسخناها يعني القلاية لسه برده هدخل السمك كده في القلاية وهشغلها على نص ساعة ودرجة الحرارة العالية يعني درجة الحرارة 200 والتيمر بتاعها هعمله على نص ساعة كاملة كده أنا عملته على نص ساعة بعد تلت ساعة هفتح على السبك المرة الأولى هنفتح على السمك بعد تلت ساعة كاملة ده شكل السمك بعد تلت ساعة أحمر من فوق وكمان من تحت أحمر شوية وعندنا هنا طرقتين لأما كمان نقفل القلاية ونخليه يكمل عشر دقايق برضو هيحمر من الجهتين لأما نقلبه ونسيبه عشر دقايق على الجهة التانية يعني في الحالتين السمك بياخد نص ساعة في القلاية الهوائية بس أنا بعد تلت ساعة بقلبه على الجهة التانية واسيبه كمان عشر دقايق لأن لو حمرنا السمك على جهة واحدة لمدة نص ساعة كاملة فالجهة اللي فوق بتكون لونها أحمر أكتر من الجهة اللي تحت عشان كده بقلبه هنقلب السمك بيتقلب بسهولة جدا مش لازق خالص في القلاية السمكة دي تقطعت شوية بس من المعلقة يعني ما كانتش لازق خالص هقلبه على الجهة التانية بعد كده هقفل القلاية تاني واسيبه عشر دقايق كمان ده شكل السمك بعد ما تحمر كله متحمد ما فيش جزء منه أبيض وجزء أحمر ومقلي وطاري جدا يعني هتلاقوه مقرمش من برة وطاري من جوه وجميل وكمان مش محروق ولا لازق في القلاية خالص وهوركو كمان وأنا بطلع السمك شايفين مش لازق في القلاية خالص ازاي؟ وكمان صحي يعني مش مقلي في الزيت بس طعمه كمان زي ما يكون قليينه في الزيت بالزبط ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو وبالهنى والشفى مقدما والسلام عليكم